مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع هذا كويك فيديو سمعت عم بسير الآن قصص تحايل على سيدات او بنات في المجتمع ببعتوا على الفيسبوك طبعا او على التويتر او على انستغرام ايه سوشيال ميديا انه في وظيفة لسكرتاريا او شغل ازاي هيك ببعثي السيفي تبعك على الصورة على البريد هذا او على الرسالة ميسج طبعا في كتير سيدات الآن بيحتاجوا الى العمل ببعتوا السيفي بيشوفوا طبعا هم بنت حلوة جميلة بحاولوا انهم يشوفوا السيفي تبعها ان ما عندها شغل فعلا محتاجة فبروحوا بقولوا لها نعم انتي اخترناك من خلال افضل عشرة مثلا وحابين نعمل معك انتربيو بس الانتربيو لازم يكون عن طريق برنامج زي سكايب او اشي زي هيك بتنزلي انا حطلكو صورة هذا البرنامج وهذا احد البرامج المشكلة انه بعطيها اللينك وبتنزله فعلا عن طريق الجوجل ستور او الاب ستور المشكلة بهذا البرنامج هذا البرنامج بعطي ريموت اكسس لأي واحد فبقولها دخلي الايميل تبع الشركة تبعتنا عشان تقدر تدخلي على هذا البرنامج واحنا حنعمل معك بعد ما تعملي كنفرميشن انك دخلتي حوالي بعد خمس ست ساعات بنتصل فيك و بنحدد وقت وبنحكي طبعا خلال هذه المدة هو اول ما هي تدخل بالباسورد واليوزرنام اللي اعطاها اياها بكون هو عنده اكسس لكل الاشياء اللي موجودة سواء على جهازها جهازها اللابتوب اذا هي حطها على اللابتوب او على الموبايل اذا حطها على الموبايل معظم السيدات الاسف اللي عم بحطوه على الموبايل الان لما يدخل على الموبايل تبعها بيدخل على كل اشياء كل اشياء بدون ما هي تشعر بكون عنده ريموت اكسس ما بتشوف شو بسوي هو بقدر ينزل كل الصور الاغاني الافلام الفيديوهات الايميلات تقدر يغير كل اشياء يعني اكينه هو داخل على جهازها طبعا للأسف بعد ذلك تبدأ عملية الابتزاز وتبدأ انا عندي صورك انا عندي بيديوهاتك انا عندي ايميلاتك انا عندي مسيجاتك فلازم تكونوا جميعا منتبهين ما تخلوا اي احد يضحك عليكو بهذه النقطة هذه النقطة مهمة جدا وذول ولاد حرام بحاولوا انهم يستغلكو وحاولوا انهم يخدوا اي اشي منكو مصاري سواء اشياء انتو عارفينها تقابلوا معكو انتبهوا جدا نصائح ما تنزلوا اي برنامج غريب عملوا ريسيرتش على البرنامج اللي بتنزلوه في كتير برامج عليها مالوير وعليها شغلات فيروسات وفي برامج زي ما انتو شايفين بقدروا يعملوا الكو كنترول على الجهاز الشغل الثاني وهي نصيحة من اخ الاخواته واخوانه كمان ما تخلوا اي اشي على الجهاز جهازك هذا معرض كتير للسرقة معرض للضياع معرض للكسر معرض دائما خلي باك اوب عندك انا ما بخلي الصور نهائيا يعني يمكن عندي عشر خمسة عشر صورة عشر خمسة عشر فيديو الشغلات اللي ما خدها حديثا لسه يشنقلها على كمبيوتر او من الكمبيوتر حتى ما بخلي على الكمبيوتر بحط على هارد درايف خارج النت عشان ما يصير عليه هاك خاصة الصور العائلية يعني الصور العادية ما اخد صورة للشارع صورة للحديقة هذي اشياء مش مشكلة كبيرة بس الصور العائلية الصور اللي فيها انتيم او صور شوية خاصة انتبهوا منها وما تحلوها على جهازكو اميلاتكو باسورد تحطوا على الاب حتى لو انه عجهازكو هلقا نزلت الواتساب ميزة حلو كتير انه لازم تحط البصمة عشان تدخل على الواتساب تبعك حتى من جهازك حاولوا تفعلوها بتدخلوا على الاعدادات على البرايفاسي وبتدخلوا غاية وتحطوا البصمة الابات تبعت البانك دائما عليها الباسورد موجود ما تخلوا اوتوماتيكو يفتح كل الشغلات هاي تحاولوا انه تخلوا عليها برايفاسي اكتر بحيث انه حتى لو واحد وجد جهازكو ما يقدر يدخل عليها ويستغلكو لانه عادة على جهازك يا سيدي اذا بتدخل على الجوجل ماب ممكن يعطيك الهوم والعمل فاي واحد بكل سهولة ممكن يجدك ويجد عملك ويجد مكان سكنك فيعني ضياء هذا الجهاز او فقدانه او حتى انه واحد يدخل يعمل عليه اكسس كنترول اوه للأسف بضيع اكتير ناس انتبهوا ياصبيه انتبهوا ياصبيه انتبهوا ياصبيه انتبهوا اي بوس تشاهدهم من شركة مشكوكة اه من مكان من شخص مشكوك ادخلوا ويشوفوا البروفيل تابعه طويل في البروفيل وهذا وبعض 1976 اوه هو اليوم البنت اللي حكيت على الان الموضوع هاي جيلها من بروفيل اسمه يوجد من رجل الشجاع أو نهاية رجل الشجاع يعني من صاحب شركة أو من صاحب شركة أو من صاحب شركة أو في الهيومن ريسوس يتكون نسمه نهاية رجل الشجاع يعني ليس معقول برضو نكون واقعيين يضع صورة زلمة عضلات ومعضلات برضو هاي ما توقع أنها تكون صورته للاسف الآن أي واحد يبدو أن يريد يوضع البروفايل على هذول السوشيال ميديا أنا شخصياً هذول الأشخاص اللي عندهم حتى بكون بعرفه أنا بقول له إذا أنت مستحق تحط صوت صورتك واسمك الحقيقي ما تدخل على السوشيال ميديا بدك تدخل تتفرج أنا ما عندي مكان لهذول الأشخاص ما بخلي أي واحد فيك لأنه برضو ممكن يدخل عن طريق حسابي على حساب أصدقائي فما بخلي عندي أسماء فيك ما بخلي عندي صور فيك هذول الشخصيات اللي إذا أنت مش آدر على السوشيال ميديا ما تدخلها سوشيال ميديا للأسف يعني أعتاه له في الهاكينغ والهذا عم بنضحك عليه في السوشيال ميديا مش ناس صغار زينا فلازم تكون حذر 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 وسلام للجميع السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد